السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعيننا يارب دايما تكونوا بخير وسعادة في الفيديو النهاردة هنشوف الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز وجها لوجه لأول مرة منذ الانفصال في صحور القاهرة 24 وما فعله أحمد العوضي لحظة وصول ياسمين عبدالعزيز هنشوف التفاصيل بالفيديو بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا شهد صحور القاهرة 24 المقام في قلعة صلاح الدين الأيوبي بمحافظة القاهرة حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والذين كان محمود المملوك الرئيس تحرير القاهرة 24 في استقبالهم فور وصلهم ومن أبرز النجوم الذين حضروا صحور القاهرة 24 الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز والفنانة إلهام شهين والفنانة عبير صبري والفنان صبري فواز كما شارك في حضور صحور القاهرة 24 السنوي كلهم من المخرج محمد سامي والمخرج بيتر ميمي والمخرج خالد يوسف والفنانة ليلى زاهر وخطبة الفنان هشام جمال والفنان وليد فواز والفنان محمد أنور وحضر صحور القاهرة 24 المقام في قلعة صلاح الدين الأيوبي كلهم من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ومحمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والمستشار مرتضى منصور وفور وصول الفنانة ياسمين عبد العزيز إلى الصحور قام الصحفيين والمصورين بالذهاب إليها والقاء الحديث معها وكان الفنان أحمد العوضي قد حضر هذا الصحور وعند مشاهدته للفنانة ياسمين عبد العزيز قام بالوصول إليها وطبعا سلم عليها واستقبلها بكده يكون فيديو النهاردة خالص ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل الجديد يوصل لنا